يعني القدم السكري موضوع على قد ما هو صحي أو يخص الناحية الطبية لكن هو ليه أبعاد اقتصادية بحده ولهذا جاءت أهميته النواحي الاقتصادية لمشاكل السكر في القدمين أبعادها عالية ويتكلف الدولة بصورة عالية عشان كده الموضوع هام جدا القدم السكري ببساطة شديدة جدا هو ببساطة مريض السكر لما يبتدي يشتكي من رجليه أو من قدميه نبتدي نقول ده مريض قدم سكري بتعتمد فترة ظهور الأعراض على القدمين على نوعية مريض السكر يعني هذا المريض منتزم بالعلاج هذا المريض عامل كنترول كويس هذا المريض مهتم أو من عدمه مهمل ما بياخدش علاج مش مهتم بحاجة بتبتدي تظهر أعراض السكر على القدمين ويبتدي المريض يحس بمشاكل في رجليه أو في قدميه من هنا بنقول ده مريض قدم سكري الأعراض أو المشاكل اللي بتتعرض لها القدمين من السكر بنقدر نقسها على حاجات معينة يعني السكر بيأثر على القدمين على كل حتة في القدمين على كل الأنسجة بداية من الجلد للأعصاب للأوعية الدموية للمفاصل نعم لما يبتدي كل الحاجات دي تبتدي يظهر عليها التأثير ويبتدي المريض يجي يشتكي طيب قبل الشكوى يعني دايما إحنا عارفيني أن السكر لما بيعلى بيحصل ضيق في الشرايين واللي هو أصلا مرض السكر من غير ما يعلق بيصيب المريض أو الشخص المصاب بالسكر بديء في الشرايين يعني هي الأول بتبقى زي دوالي وبعد كده دوالي بتتطور نحن عايزين بالعكس أنا بحب أقول الغلط عفوا عفوا هو كل العملية أن السكر نبتدي نقول بيبتدي يأثر على كل أنسجة القدمين يعني دي طبيعة السكر عموما يعني بدون أي مضاعفات مع الوقت مع الوقت التأثيرات دي بتكون بطيئة أو سريعة حسب نوع المريض والتزامه والكنترول بتاع الضيابيتس وتصبيت السكر لكن الوقت هو اللي بيبتدي من خلالها يأثر السكر على الأنسجة نبتدي نقول مثلا السكر بيأثر عليه أول حاجة على الأعصاب الطرفية المريض دايما يعني إيه بقى الأعصاب الطرفية الطرفية هي الأعصاب اللي موجودة في القدمين الأعصاب الزاتية اللي هي مسؤولة عن مثلا ليونة أو مرونة الجلد بيبتدي مثلا التأثير على الأعصاب الزاتية بتخلي فيه تشقق وجفاف في الجلد يبقى جفاف في الجلد رقم واحد وتشقق ودوة شيء مهم التشقق دوة ممكن يجيب التهابات ميكروبية أيوة نمرة اتنين التأثير على الأعصاب الحسية اللي يبتدي المريض يجي يقولك المريض أنا بحس بألم بلاسع بتنميل طبعا بتنميل في أطراف يقولك أنا ماشي على أرض مكسرة لا مش حاسس ديت هي المشكلة هي دي بقى دي الدرجة المتأخرة أيوة واخدب الحضرتك فلما يجي يشتجل لكن الدرجات البدائية أو الأولية ألم تنميل في الرجل ألم فيما سيقولك حس بدبابيس بتشكيل في الرجلي دي درجة كويسة في حرقان ما سيقولك دي درجات حالوة بحكة بحس بي نار طلعة من الرجلي بزرق كل دي مصطلحات عمية بتتقال من المريض السكر بتتقال من المريض دي دي البداية دي الدرجة الحلوة اللي أنا أبتدي أعالج فيها المريض دي دول أحمر أقموه دوت بقى خط الحماية اللي المريض بيحس لكن لما يخش بقى التأثير على الأعصاب الطرفية الحسية بصورة عالية وما فيش كنترول كويس وفيه إهمال بيبتدي المريض يخش في حاجة اسمها البرسيز أنه ما بيحسش برجلي عشان كده بيلاقيهم أحيانا ما فيش خط الحماية رجلي مجروحة وممكن يمشي على حاجة بجرح ومش حاسس يعني حضراتك لو ده يدخل في رجلي دايما دبوس الصالون ده من ضمن المتهمين قوي وما يحسش بيه يجي يحسس على رجلي يلاقي فيه حاجة فيه دبوس ما يكونش يحس بيه درجة الإحساس بتبقى شبهة منعادة ممكن يعني عفوا ممكن حاجة تعوره وما يحسش بيها يشوف الدم يعني ممكن يشوف الدم لكن ما يحسش بالإصابة اللي جات دي بقى الحالة المتأخرة خالص اللي هو فقط إحساس حتى الإحساس بتاع إحساس الأطراف اللي هو مش عارف بيحس بيه ولا بيبوس على إيه ولا بيعمل ودوة يعني يحصل مثلا حاجة زي كده وتيجي عليه التهابات ميكروبية لاحرج ليه ورمت وفيه التهاب وهو مش عارف إيه السبب بعد كده نتيجة إن خط الحماية اللي هو القلم أو الحسيس اللي بيحس فيها برجليه اتفقدت طيب دكتور يعني دي الحالة المتأخرة جدا اللي هو عدم الإحساس لكن إحنا عايزين نقول بقى نبتدي من أول ما نضوء الأحمر بنور من أول ما نحس بالأعراض دي التنميل وغيره 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 مريض السكر دايما مهمل في صحته مهمل في صحته يعني لا بيزبط سكر وبعدين دايما مسكنات هي يمكن علاجه الأوحد تعالي ما أنا بقول لحضراتك هو السكر عبارة عن إيه وحش كبير جدا بتقفلي عليه بأرس أو بحقنة يعني تصوري مثلا مريض السكر خد علاجه خلاص مريض عادي جدا لكن هي المشكلة كلها المدومة على العلاج والاهتمام بالنحية الغذائية والاهتمام بأنه يعرف أبعاد السكر وتأثيراته على مختلف الجسم ككل نعم واخد بالحضراتك يعني فأنا دايما بقول السكر وحش اقفل عليه بعلاج بسيط تعيش في أمان واخد بالحضراتك وحش بيأكل بيأكل في الجسم ككل لأنه هو المرض اللي ليه مضاعفات حدثي ولا حرق يعني على العين وعلى الجل وعلى الشعر وعلى الكلى وعلى الكبد أكمل بعد كده حديثي عن تأثير السكر على الأعصاب الترفية الحركية علشان نخش في التراجدية بقى بتاعة السكر على القدمين تمام يعني وصلنا أنه نحن تأثير على الأعصاب الترفية الحسية وصلنا إلى انعدام الإحساس بالقدمين أو ضيع خط الدفاع للمريض بالضبط نقول التأثير السكر على الأعصاب الترفية الحركية الحركية دي اللي مسؤولة عن شكل القدم ووضعها فلما يحصل اعتلال الأعصاب ديت بيحصل إيه تشوه في شكل القدم لما يحصل تشوه في شكل القدم بيحصل فيه مناطق بتبقى معرضة للضغط أكتر من مناطق أخرى يعني إيه؟ يعني بيحصل تشوه في القدم يعني أنا بدي سعليها أكتر شكل الأصابع بيتحور بشكل زي مثلا الشكوش زي مثلا مريض الروماتايد بالضبط يحصل بالضبط تشوه في شكل القدم فيحصل إيه؟ إن المناع يحصل التشوه دو مع كمان تأثير السكر على المفاصل يزداد التشوه ويزداد التشوه ويحدث إعاقة في القدم نعم شبه إعاقة أو إعاقة فعلا في القدم فيبتد المريض يعني مريض السكر أحيانا يبقى ماشي طريق طويل مع العزام والمفاصل ومتخيل إن العزام والمفاصل هي دي المشكلة مش السكر بالضبط لكن ممكن تلاقي في الآخر السيركو كلها دايرة وصلت لا دا هو السكر اللي مؤثر على المفاصل والعض بالضبط فلما يحصل هذا التشوه وهذا الوضع في القدم يحصل إن المريض لما يجي يمشي بيدوس على مناطق بزيادة عن مناطق أخرى فيحصل إن المناطق اللي بيدوس عليها بزيادة بتتعب بتتعب وبكذي يحصل فيها تحلل أو نوع من الضعف والتآكل كمان يعني حتى المنطقة اللي بيدوس عليها يحصل فيها تآكل ليه طيب فيحدث فيها حاجة يسمى بالقرح العصبية والقرح العصبية دي من أعنى وأشد حاجات القدم السكرية ومشاكل القدم السكرية علاجا ويبتدي فعلا يحدث للمريض إعاقة ما يقدرش يتحرق لأن بيجي بعد كده على القرح العصبية دي لالتهابات الميكروبي وتزداد بقى المواضيع سوءا وأدخش في تراجيديا بمعنى أصح طيب دوت من ناحية الأعصاب أو تأثير السكر على الأعصاب والمشاكل دي كلها أنا مش عايزة بس ناس تكتائب يعني هندي الحلول وهندي الوقاية إزاي نوصل إن إحنا ما نوصلش للكلام أنا عارفة إن قد إيه مريض السكر بدائي جدا ما يسمع كده وبعدين إحنا عندنا يعني دايما كشعب مصري إحنا عطفيين بالفطرة فييجي مثلا لا 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 إقفل إقفل إقلب لا 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 مش دفال وحش لا إحنا مش نقلب ومش نقفل إحنا عايزين ناخد الجديد إن إحنا نسمع نسمع ونفهم ونعيش حياتنا بشكل أفضل وبشكل يعني غير اللي إحنا عايشين عليه عشان ما نوصلش للكلام اللي ده متقيل أحيانا أسانا عارفة عفوان هو المعلومات دي لابد معها لأن فعلا حصل في الفترات الأخيرة عايزين ندي نسب عشان ماستحس بجد أدي أهمية الموضوع يعني عفوان في الفترات الأخيرة ما فيش يوم بيمر في العالم بدون معالجة السكر والقدم السكرية نعم والجديد فيها واخدبال حضرتك والنهاردة ليه نسبة مثلا البترألت ليه نسب أو نسبة علاج القدم السكرية حصل فيها تطور رهيب وحصل فيها تقدم رهيب وأصبحت المواضيع كويسة لأن واجهنا كل هذه المشاكل أو المشاكل دي كلها اتوقيت وتفسرت وتبين الأسس العلمية بتاعتها وتم العلاج لها وتم يعني حصلت أبحاث فيها أو تبحثت وبدأ بعد كده تم التدخل فيها علاجيا وجراحيا وبدأت النتائج تنصر كويس واخدبال حضرتك طيب دكتور لو نحن نتكلم بقى ناخد جزء جزء لكن التهاب القدم السكر زي ما قلنا والتنميل والحاجات دي هل بدلوقتي بقى لها أجهزة عشان نغطي جزئية جزئية عشان دلوقتي الناس مرعوبة طيب إيه ده اللي هيحصل هل بقى لها أجهزة دلوقتي بتعالج التهابات دي ولا خلاص مريض السكر يفضل بها مدى الحياة لا ده بتتعالج وبتبقى كويسة بتتعالج إزاي وإيه أحدث الأجهزة يعني مش حكاية أحدث الأجهزة يعني النهاردة مثلا طيب خلينا دكتور قبل ما نروح للأجهزة في معانا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك هو الاسم إيه هيروني طيب معلين هل لو إنسان مصاب بالسكري ولكن دايما النسبة مرتفعة لحد ما أو النسبة مرتفعة لحد ما يسبب لو فيه يوم من على القدم ما عرفش لا تأثير على القدم ولا لا مش فهمه يا سمي ريني بالزبط لو فيه إنسان مصاب بالسكر هو يقصد لو السكر دايما مرتفعة آه يبقى نسبة السكر مرتفعة هل بيأثر على القدم ولا لا طبعا إذا بيسرع بتأثير السكر على القدمين يعني عدم زبط السكر وعدم علاج السكر ده بيسرع بأن المشاكل اللي تحدث في القدمين تحدث بدري أيوة وكمان يحصل تدهور في القدم أكتر من لو المريض متزبط أو المريض دوت بيتعالج طبعا وتابعينا بقى هيروان أو هيروني يعني تابعينا لأن احنا بنتكلم عن تأثير السكر على القدم السكر يعني هي قدم السكر اللي هي القدم اللي هو الشخص المصاب بالسكر دكتور حددك أنا عايزة ديهم تفاؤل ليه عشان يهتم بصحته سواء راجل أو ست هل في الأجهزة لو أنا دوقتي حاسة بالأعراض دي أبتدي أتابع أبتدي أروح لأن ما وصلش للبتر أو لو سمح الله أن أنا يجي لي إعاقة أنه ما يقدرونش يمشوا بعد كده هو بالضبط حضراتك كده يعني فيه النهاردة مراكز متخصصة للقدم السكرية وفي مصر بدلوقتي بقى فيه مراكز متخصصة للقدم السكري للقدم السكري طبعا هل فيه مراكز حكومية يعني دايما أنا بحب أنوه عن المراكز الحكومية وأسمع طبعا ده معظم الجامعات المصرية النهاردة ما شاء الله فيها أقسام للقدم السكري جامعات المصرية زي إيه يعني الناس تتجهل القاهرة عين شمس جامعة القاهرة جامعة إن شمس مستشفى الإيطالي فيها أماكن كتير وأماكن خاصة وأماكن عامة فيها أجهزة جديدة وحديثة يعني النهاردة مثلا تأثير السكر على الأوعية الدموية النهاردة لما أجا نتكلم عن تأثير السكر على الأوعية الدموية مثلا السكر بأثر على الشعارات الدموية الشريانية اللي هي الصغيرة ناخد تليفون يا دكتور ونركح تاني الشعارات الدموية كمال ألو ألو أيوة أساس كمال من المنصورة تفضل تعد أثنى للدكتور أن فيه علاج اتصنع في ألمانيا وبريطانيا تصنيع مشترك لعلاج السكر نهائيا حضرتك سمعت تعرفة للدكتور هل العلاج ده موجود ولا مش موجود سمعت عن أن فيه دواء جديد في ألمانيا وفين أنه بيقضي على السكر نهائي أنا شبت برنامج من 8 سنين على قناة فضائية أنه ده تصنيع مشترك علماء مشترك من 8 سنين من 8 سنين شبت البرنامج ده طيب شكرا يا أستاذ كمان ما فيش أي سؤال عن السكر أو حاجة حد يك عندك السكر لا لا ما عندي السكر طيب الحمد لله شكرا يا أستاذ كمان 8 سنين علاج يضيع السكر بس أنا كمان عايز أقول حاجة يعني إحنا سمعنا خلاج جزائي ولسه يستخدموها ازاي للبنكرياز أو غير وغير لكن هل فيه دواء دلوقتي في أي دولة كانت بتقضي على السكر لم يصل لم يصل لم يصل ما فيش غير زارة للبنكرياز طيب نرجع بقى تاني لأوعية الدموية أو شعيرات الدموية لمريد السكر يعني النهاردة مثلا حصل يعني صورة في علاج القدم السكرية صورة فعلا حقيقية ويعني ما أعتقدش أن مريد القدم السكري أصول يعني يحدث يعني يتضرر من المعلومات اللي أصول يأخذها عشان يهتم لكن لازم يعرف فعلا أن فيه صورة في علاج القدم السكرية وجابت نتاجها ونتاجها طيبة جدا تأثير السكر على الأوعية الدموية مثلا بيحصل قصور في الدورة الدموية في الرجلين ويعني لازم أقول طبعا أن ممكن يحصل القصور يصل إلى درجة الغرغرينة وده موجود آه طبعا لأن الشعيرات الدموية أو الأوعية الدموية لما بتدي خالص بتتقفل بالظبط كده لما بتتقفل بتوصلش التدفق الدم أو دورة دموية للجسم ده تأثير السكر على الشعيرات لكن كمان السكر بيبقى ساعات مصاحب بأسر سكولوروس تصله بشرايين فدوت برضو بيعمل طب دي علاماته ايه يعني أنا أعرف زي لو مريضة سكر أن الأوعية عندي خاصة تقفلت بيحصل ألوان طبعا المريض بيحس بألم بيحس بألم ما بيضعش بالمسكنات يعني يقول لك أنا بأخذ مسكنات كثير ما فيش فائدة وفيه أحيانا بتبقى قدم مثلا بتحس زي الحجر يعني أن هي متحجرة يعني عفوا آه طبعا بتفقد يعني حتى الظوافر بتفقد اللمعان بتاحها اللاستر بتاحها بتحس فيه بتشققات في الأظافر نفسها فدي علامات على قصور الدورة الدموية تمام النهاردة مثلا من اندام للحاجات الكويسة الألترا ساوند النهاردة لما بتيجي تعمليها بتقدر يتقيسي كمية الدم مش عايز أدخل في العلاج اللي حصل ثورة في العلاج النهاردة وما شاء الله تمام برضو ندخل في العلاج يعني هل علاج الأوعية أو الشعيرات العلاج الأوعية النهاردة هل بتوسع ولا هل بتتزايا النهاردة في ثورة في موسعات الشرايين موسعات الشرايين دي شبيهة زي كده الدعامة اللي بيركبوها للقلب لا الدعامة دي من الحاجات الحلوة اللي بتتعمل لو مثلا فيه شريان متوسط المدى أو كبير فيه مثلا دي في حتة معينة وهذه من ضمن الحاجات الحديثة الحلوة اللي دخلت اللي بتزود الدم في الرجلين كويس قوي أو في القدمين ممكن قادر أراكب دعامة في الرجلين مش بس في القلب لا الدعامة دي بتتحط بتوسع الشريان بس يكون دي بيدي المدى الكويس لدخول الدم دي من ضمن الحاجات الكويسة موسعات الشريان دي تعتبر صورة ومسيلات الدم يعني لما ادي موسع شريان مع مسيلات الدم بقدر أعمل دخول للدم بسرعة جامدة للقدمين فبالتالي هيبقى فيه نشاط مش يحصل دمور في العدلات أو الشعيرات أو الأوعية الدموية لما بأعمل دخل الدم كويس للقدمين من ضمن الحاجات الكويسة النهاردة الالتهابات الميكروبية اللي هي تعتبر بعض القدم السكرية طبعا اللي هي بتيجي نتيجة المشاكل الأولية قرح أو التهابات فطرية ما بين الأصابع أو نتيجة ضعف المناعة للمريض يعني كلمنا مرة عن حلقة وكنا جايبين بصراحة صور أن مريض السكر ليه رعاية خاصة الرجلي يعني ده خلاص كباري النهاردة بقولك فيه مراكز المراكز متخصصة أنه لازم يخسر رجلي كويس لازم ينشفها بحاجة أطن وينشفها ما يحتهاش كمان بفوتها ناشفة لا بقماشة أطنية ويساعد تجيب مرايا حضرتك يبص على رجلي ويتطمن عليها لأنه ساعة ما بيحسش بيها حسش بيها صح وأصول لي زيارة شهرية لمراكز القدم السكرية بيتمتشرة في البلد هو ده اللي احنا عايزين ننشر الوعي بالضبط كده إن مراكز القدم السكري بقى عندنا مراكز للقدم السكري هو حضرتك مش بس للسكر الوعي بمرض السكر حضرتك قال لنا احنا نسبة مشاكل القدم السكرية أيوة يعني الوعي يعني حضرتك حاسس أنه بقى فيه وعي عن الأول أحشور ده بنسبة عالية نسبة قد إيه مثلا لا ده بنسبة عالية جدا في مصر يعني النهاردة الناس كانت زمان تقولك السكر يا سيدي سيبها على الله خلاص اديني قرس يومين تلاتة وبعدين يفتكر أنه عنده سكر يأخذ حاجة لا النهاردة ما شاء الله الندوات التسقفية بمرض السكر والتوعية بقى عالية جدا طب احنا عايزين نستقلص الندوات دي معنا برضو يعني عايزين نأخذ بحادتك أكتر ما تلعت إليه أو وصلت إليه الدراسات والندوات النهاردة مثلا يعني مرض السكر في حد زيه اللي بتزبط السكر وبأقل جرعة معينة موجودة النهاردة بتتوفر مثلا بتيجي من أوروبا أو بتيجي من الدول الخارجية في مصر النهاردة فمعظم أحدث الأدوية موجودة في مصر دي حاجة كويسة جدا نا أنه كان الأول يعني النهاردة العلاج مش بس بالإنسولين لا ده فيه أدوية عن طريق الفم النهاردة بتغني عن هذا صحيح الإنسولين لا استغناء عنه طبعا في حالات معينة لكن تطور في علاج السكر النهاردة ما شاء الله كل يوم في جديد لا أنا كمان كنت أقصد أن تطور العلاج لقدم السكري العلاج لقدم السكري يعني زي ما قلنا خلاص دلوقتي حتى يعني لو نخدها شق شق يعني الأوعية قلنا خلاص الأوعية دموية أو الشرايين أو الشرايين دلوقتي بقتتتحل بالظبط كده يعني الناس ما تسيبش رجليها لغاية ما تحس بانفجار أو غرغرينة بالظبط كده يعني لو أخد موسع شرايين مع حاجات موسيلة الأسبران اللي بيأخذون يوميا حاجات ديت ديتخلي رجليه دايما بخير بخير بالظبط كده النهاردة مثلا الجديد مثلا في الناحية بالذات صورة المضادات الحيوية اللي طالح أيوة يعني كمية المضادات الحيوية للميكروبات العنيدة يعني كان فيه ميكروبات عنيدة طبعا النهارة الميكروبية في القدم السكرية بولي ميكروبيا يعني أكتر من نوع من الميكروب وفيه كمان حاجة اسمها الميكروبات الغير هوائية ودي من النوع العنيد جدا يعني إيه بقى ميكروبات غير هوائية يعني ميكروبات وتيجي ازاي وبتصيب ازاي مريض السكر يعني مثلا عشان برضو السيدة اللي في البيت ربة المنزل اللي بتتعامل بفطرة في البيت ساعت ممكن تقف مثلا من غير حاجة في رجليها ممكن تمشي حافية في البيت بالضبط ممكن تتعامل بشكل خاطئ فعشان كده أنا دائما يمكن بسأل أسئلة تبان بسيطة لكن هي مهمة في الجو يعني حضرتك هذه الميكروبات الغير هوائية بتنشع في الجو خالم الأكسجين يعني يعني بتنشع في المناطق العميقة وبتبقى لها وضعية مميزة كده دي كانت في الأول علاجاتها قليلة النهاردة ما شاء الله المنوفر زفع لكها كتير يعني مثلا أدوية الأدوية المضادات الحيوية والثورة اللي طلعت فيها فيها حاجات تعالج هذه الميكروبات كويس قوي وتعالجها بكمية الأول ما كانتش بالصورة دي نسمح لدكتور ناخد تليفون بني سويف ألو السلام عليكم عليكم السلام ستاويس ممكن أكلم أسيد دكتور أفندي أطبع أفندي طيب أنا أهلا يا فندم أهلا يا فندم اتفاضل عند المدن طبعا حمدك عندها السكر عندها كم سنة أفندم عندها كم سنة يا أستاذاويس عندها 64 سنة 64 تفاضل 64 سنة تفاضل سمعي 64 سنة طبعا عندها عملية المرية عندك عندها المرية فطبعا عندها مزيد عملية مش عادرة تدوسها على خقوة رجلية خالص أيه طيب هي نعم السكر 25 سنة 30 سنة فقا وهي مش قادرة تدوسها على عملية خالص ودأت الدكتورة الأغزام فطبعا قال لي مجداش أي علاقة على الخطر المريء اللي عنده المريء؟ آه كتابنا على مريكة المريء كرسون طيب لو دكتور عايز تسألها بما نقفل؟ لا هو بس المشكلة في رجلها إيه؟ مش عايزة تقفت ألم والتورم تقفيتني يا فاند بعد إذن أنت عايزت الطراح هيا أستاذ عايز الدكتور بيقول لك يعني المشكلة إيه؟ هل فيه ألم؟ ألم بس؟ فيه ألم في ربطها جديد جامد ورجلها ما بدأت خاله تورم يعني فيه ورن في رجليها؟ آه فيه ورن في رجليها أو في الكعوب رجل واحدة ولا الاتنين؟ لا الاتنين أفاند الاتنين أفاند الاتنين ما بتقدرش رفع عليهم خالص؟ ما بتقدرش رفع عليهم خالص بالإسنادها كده لحد ما دامش طيب شكرا يا أستاذ عويس والف سلام عليها شكرا على تليفونك ما بتقفش خالص بإسناد عشان تمشي هو حضرتك أكيد فيه مشاكل مصحبة أكيد أه مصحبة لهذه المريضة يعني سكر بقالها النهاردة والمريء إيه علاقته بالقلب؟ لا ملوش علاقة أكيد فيه حاجة أخرى عشانك كنت عايزة أسأل فيه حاجة أخرى طبعا لكن هو غالبا يعني هو الراجل بيقول في حدود 30 سنة حاجة زي كده أكيد السكر أثر على أماكن أو أوضاع أخرى كتير في الجسم مع ضعف المناعة طبعا أو أكيد فيه أكيد 64 سنة حدثت تنصحه بإيه عشان خاص وقتين للفقرة يعني حضرتك هو يتجه إلى مراكز القدم السكري يتجه إلى مراكز القدم السكري هو بني سويف في كل مكان النهاردة فيه توعية كاملة بالقدم السكري يعمل صنار على الشرين على القدمين ويشوف أهم حاجة حضرتك كمية الدم أو سلامة ناحية الأوعية الدموية لكن لو المواضيع مجرد أعلام نتيجة أسباب أخرى والأوعية الدموية كويسة يبقى الرجلة دي ممكن تتعالك لكن لو فيه قصور جامد لازم تاخد مستعاد شرعين أو لازم يعني تعمل assessment لكل القدم من الفحوصات نقدر نقول في النهاية يعني الفقرة جريت بسرعة الوقت لكن مريض السكر لازم يهتم جدا بتصبيت السكر سواء مرتفع هو ده كلمة السر كلمة السر لازم نزبط السكر لازم يبقى صديق وليس عدو لأنه عدو شرس جدا لأنه ما بنعرفش أصلا هو بيعمل إيه ولا بيتفعل زي مع الجسر والقدم السكري الجديد الجميل نبقى فيها مراكز كتير جدا مشاهدين في جميع عن حق جمهورية مصر العربية في كل المحافظات في جماعات الحكومية نروح نسأل فين مراكز القدم السكري أي حد عند السكر لازم يهتم جدا بالقدم لأن دي بداية المشاكل الحقيقية لمريض السكر وبتعمل مشاكل خطيرة جدا مش عايزين ندخل فيها ومش عايزين نوصل لها دكتور مكرم ميشيل استشاري الجراحة العامة بشكر حضراتك جدا يا فندم نواتينا نهار أهلا وسهلا بك وكل السنة وحضراتك جميعا بخير وحضرتك طيب يا فندم ترجمة نانسي قنقر